السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال نلتقي في هذا الدرس لتدارس حكاية الروائح الكريهة في الفراغات التي يفتحها الحفارون كرد على أحد الأسئلة الموجهة من أخ متابع يفاجأ الحفارون عند فتح الفراغات القديمة المغلقة وشديدة الإغلاق كالمغر والآبار بانبعاث روائح من هذه الفراغات وتختلف قوة الرائحة ونوعها من مكان إلى آخر ومن فراغ إلى آخر والأسباب كثيرة وربما أحيانا تكون مثيرة كيف ذلك؟ دعونا نتذكر دائما أمرين مهمينهما أن الأمم القديمة كانت تمتاز بمستويات عالية من الحضارة والتطور مما لا نكاد نعرف عنه شيئا والأمر الآخر هو أن الحفار الذي عثر على هذا الفراغ ووجد الرائحة تنبعث منه ربما يكون هو الشخص الأول الذي فتح هذا الفراغ بعد أن تم غلقه قبل مئات طويل من السنوات وربما عدة آلاف منها ولذلك فإن بعض الفراغات من هذا النوع قد تتعرض للانفجار لحظة فتحها إذا كان الحفار يدخن سيقارا أو يشعل عود ثقاب على نحو مفاجئ تختلف أسباب الروائح والغازات المنبعثة من الفراغات المغلقة عند فتحها بحسب اختلاف محتويات تلك الفراغات فإذا كانت هذه الفراغات المحكمة الإغلاق تحتوي على جثث ومواد عضوية أخرى مثل الحبوب وبقايا الخمور والأغذية المختلفة فإن هذه البقايا قد تتفاعل الأبخرة المنبعثة منها وتخلق جوا ملائما للتعفن ونمو البكتيريا الضارة التي تحدث روائح كريهة وضارة ومضغوطة داخل تلك الفراغات فعندما لا يسمح لها بالتسرب إلى خارج الفراغ فإن نواتج تفاعلها على مدار آلاف السنوات قد ينتج مواد متطايرة وغازات ذات أثر تدميري في بعض الأحيان هناك بعض المواد الصناعية الأثرية تعود إلى حضارات كانت قائمة في منطقة المغرب العربي قبل التاريخ وبقايا هذه المواد خزنت في مستودعات خاصة بها تحت الأرض بعض هذه المخلفات الصناعية تشبه عجينة الحناء بنية اللون إذا خلطت بالماء وتنبعث منها روائح قوية جدا تزكم الأنوف أشبه برائحة الحناء وهذه الرائحة مادة سامة وتؤدي إلى تلف عميق في الجهاز العصبي لجميع الكائنات الحية التي تستنشق هذه الرائحة ولا سيما الإنسان وفي بعض الآبار والكهوف والقبور الفرعونية كان يوضع فيها قبل إغلاقها منذ زمن صانعيها أنواعا من النباتات السامة التي تعمر آلاف السنوات داخل تجاويف محكمة الإغلاق ثم تتراكم جزيئات الروائح المنبعثة من هذه النباتات السامة فيشكل كل فراغ قنبلة بيولوجيا موقوتا لا تلبث أن تنفجر فتقتل بالسموم كل من يضعه حظه العاثر في مواجهة الغطاء الذي يحكم إغلاق هذا الفراغ لحظة فتحه بالمقابل فهناك روائح شديدة الكراهة تملأ فراغات طبيعية أو صناعية في القشرة الأرضية وهذه الروائح هي خلاصة تسربات كبريتية ومعدنية ناشئة عن التفاعلات الحرارية داخل البراكين فتتسرب هذه الغازات الخطيرة عبر شقوق الأرض ولمسافات شاسعة قد تصل إلى مئات الآلاف من الأميال ومنذ آلاف السنوات وربما أكثر وتتجمع في بؤر أو جيوب فراغية كبيرة أو متوسطة ثم تعاد العملية باستمرار على مدار الدهور الطويلة حتى تشكل في النهاية جيوبا ملتهبة ومملوئة بالغازات البركانية الحارة والقاتلة وبمجرد إحداث ثقب دقيق في جدار أحد هذه التجاويف تنطلق منه الغازات الحارة مشكلة سهاما حارقة تذيب أمامها كل كائن حي في الجزيرة العربية ومنذ حوالي سبعة آلاف عام كانت هناك حضارة عامرة وغاية في العجب والتطور كانت هذه الحضارة تبني مصانعها من طبقتين واحدة فوق الأرض والثانية تمتد تحت الأرض في شبكة طويلة من الغرف والسراديب كان أصحابها من البشر ولكنهم كانوا يمتازوا بصفات بشرية مختلفة وكان طول الواحد منهم حوالي ستة أمتار وأكثر وكانوا علماء وذوي قدرات عقلية فائقة كانت مؤسساتهم العلمية الصناعية في أوج نشاطها عندما داهمتهم كارثة مجهولة قضت عليهم جميعا وبقيت مصانعهم بموادها الأولية ومنتجاتها النهائية قابعة تحت الأرض وتحتضن أطنانا هائلة من الغازات السامة بحيث لو قدر لأحد أن يفتح أحد تلك السراديب لاشتعلت المنطقة لهيبة أرجو أن أكون قد وفقت في نشر هذه المعلومات وإيصالها إلى إخوة الأفاضل وإلى لقاء آخر وإجابة على سؤال آخر تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر